شوارع العاصمة الأوكرانية كياف تشهد اشتباكات عنيفة بين المحتجين الموالين لأوروبا وقوات الأمن الأوكرانية التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين المواطنون الأوكرانيون الذين فاجأوا الحكومة بنزولهم إلى الشوارع تنديدا بتخلي أوكرانيا عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أكدوا مواصلة التظاهر حتى الاستجابة لمطالبهم الرئيس الأوكراني فيكتوريا نوكوفيتش وفي كلمة متلفزة دعا إلى ضرورة عودة الهدوء والسلام إلى بلاده وقال لا أحد يمكن له أن يسرق منا حلم أوكرانيا الأوروبية ولا أحد يمكن له أن يبعدنا عن هذه الطريقة التي تحقق لنا هذا الحلم وخلال التجمع الذي نظمته أهم أحزاب المعارضة الأوكرانية أصر محام رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو على قراءة رسالتها للحشود قائلا كدليل تضامن مني مع كل الذين يتظاهرون الآن في أوكرانيا أبدأ إضرابا عن الطعام لأجل غير مسمى وطلبي أن يواقع يانوكوفيتش على اتفاقية الشراكة والتبادل التجاري الحر مع أوروبا الاتحاد الأوروبي أكد أن عرضه لا يزال قائما أمام كييف لتوقيع اتفاقية الشراكة